متوسط العمر للزواج عند النساء 26.6 سنة وعندنا بالأردن 83 ألف امرأة بين الثلاثين والتسعة وثلاثين سنة من العمر مش متزوجة ضمن آخر إحصائيات معلنة طيب شو المشكلة؟ ما عندنا رجال بنفس الفئة العمرية مثلا؟ لا يا عزيز المواطن عندنا 122 ألف رجل بنفس الفئة العمرية لم يسبق لهم الزواج وإحنا مجتمع محافظ نوعا ما والعلاقات عندنا مقيدة فما تقنعني إنه هذا الإشي طبيعي والمشكلة أكبر عند البنات من الرجال لأنه العمر مرتبط بالقدرة على الإنجاب الرجل ما بفرق معه العمر لو صار 70 سنة أما المرأة لا في عمر معين ببطل عندها قدرة على الإنجاب طيب شو سبب هذا العزوف عن الزواج؟ أنا طرحت هذا الموضوع قبل هيك على وسائل التواصل الاجتماعي واجتني ألاف التعليقات من الأراء وردود الفعل راح ألخص لكم إياها سريعا السبب الأول قريبي تكليف الزواج كسر الظهر مهر جهاز عفش بيت لبس صالونات حفلات قاعات عزايم زفة فاردة وغيرة وهاي أول ما يفكر فيها الشاب اللي بده يتجوز ببطل مباشرة وبصيبه إحباط ويأس وما بيكمل السبب الثاني اللي أجاني من كثير ناس سهولة الحرام والعلاقات غير الشرعية شباب بنات علاقات عابرة وتفريق غريزة عاطفي وهذا الإشي بيأثر بشكل مباشر على الرغبة على الزواج لأنه بصير فيه اكتفاء عندي الطرفين وبيخلي الأيام والسنوات تمر بدون زواج وما بصحوا حالهم إلا وهم بثلاثين خمس وثلاثين سنة من العمر أو حتى بالأربعين قرائبي يجب الابتعاد عن هاي العلاقات لأنها سكينة بتدخل بقلب منظومة العائلة الأردنية وما راح توقف إلا لما تمزقها الروح للسبب الثالث الغلاء المعيشي المصاريف الإدارية إيجار بيت كهرباء مي أكل شرب تعليم مواصلات وغيره بكل بساطة صعب بيقدر موظف دخله متوسط على هذا الكم من المصاريف وهذا بخليه ينفر مباشرة من الفكرة السبب الرابع صعوبة التراجع يعني بحس اللي بده يتجوز إنه راح ينحشر وينحبس وصعب يتراجع ويرجع لحياةه الطبيعية إذا ما توفق بالزواج وهي طبعا سببها صعوبة الطلاق محكمة ودفع وإجراءات ومتأخر ونفقة وغيره السبب الخامس والأخير صعوبة التعدد إن كان في المحكمة وتفاصيلها كإثبات دخل وغيره ونظرة المجتمع للرجل اللي بيعدد على إنه ظالم وكان سبب في تدمير زوجته الأولى وغير هيك ردت فعل الزوجة الأولى حرب طلاق استخدام جميع الأسلحة المتاحة محكمة متصرف شقاق نزاع قعدات عرب ونكد وجلد 24 ساعة هدول الخمس أسباب هم خلاصة عشرات الآلاف من التعليقات اللي إجتني عن أسباب العنوسة يمكن تتفق معها ويمكن تختلف كلنا بنحترم رأيك وإذا أسباب ثانية أنت شايفها أرجوك اكتب لي في التعليقات بس هيك سلام قرائبي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة